اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على استراتيجية اتحاد الإمارات لكرة القدم في الإقليمية والدولية القادمة جاء ذلك خلال استقباله بقصر سموه بمدينة صغر بن محمد اليوم سعادة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بحضور الشيخ صغر بن محمد بن صغر القاسمي رئيس نادي رأس الخيمة وعدد من المسؤولين وطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من رئيس اتحاد كرة القدم على استعدادات المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات هامة على الصعيدين الدولي والإقليمي